احنا معنا ضيف مش ضيف عادي واحد من الكبار اوي واحد من الرموز ولا هو مثلا نجم نجوم صغير لا ده نجم من نجوم النادي الاهلي في الستينات والقرن المواضي واحد من شيوخ اللعبة والقلع الحمراء ضيفنا اضع عمره كله في كرة القدم وحبه للنادي الاهلي هو لعيب كرة بعدين اشتغل مدرب بعدين اشتغل في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وبعد كده بقى محاضر ومحلل في كل القنوات النهاردة معنا واحد قيمة وقامة القيمة والقامة ده ضيفنا هنبقى معاه ان شاء الله هنرجع بيه بالزمن الجميل وهنفتكر معاه اسماء نجوم ونجوم متعونا وحازوا وحفروا اسمهم بحروف من دهب على جدران النادي الاهلي وضيفنا ليه بقى افضلنا يكون معنا وبنشكره على الحتة دي ان لعب دورة توكيو وضيفنا كان من تقريبا فات على اللطولة دي 57 سنة احنا عشان منتخبنا رايح يلعب في اولومبيل جيمز ان شاء الله بيخد الكابتن شاوه غريب ضيفنا النهاردة هيقول ايه النصايح كمان للي هو شافها في الاولومبيات وبيقولها الكابتن شاوه غريب عشان يكمل مشواره في توكيو انما ضيفنا هو موهوب واخلاق ضيفنا بيحتاج لمجلدات والله العظيم ايش بقولها كده مجلدات كبيرة جدا علشان نتكلم عنه ضيفنا النهاردة هو اسمه ممكن بتعرفوش من اول واهلة اسمه طاها محمود اسماعيل بدران ده الاسم غريب عليكو شوية ما تستغربوش لان ده الاسم الكامل بتاع النجم الكبير كابتن طاها اسماعيل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي بدأ مشواره مع الكورة سنة اربعة وخمسين ويلعب في النادي المصري القاهرة واكتشفه كابتن او المرحوم عم عبدالبقال سنة سبعة وخمسين وودعي النادي الاهلي كان طبعا كان هيروح النادي الزمالك لكن عم عبدالبقال خططفه وراح النادي الاهلي حتى اعتز الكورة بسنة سبعة وستين اول مباراة لكابتن طاها اسماعيل مع النادي الاهلي كانت قدام الزمالك في كأس مصر ده الكلام ده سنة تمانية وخمسين سجل هدف المباراة اللي انتهت بالتعادل اتنين اتنين وكان ليه سولات وجولات ضد الزمالك في المباراة الزمالك بالذات لين كانت مباراة تعرفين تبقى قمة واول ما لعب مباراة دولية كانت ضد منتخب اسيوبيا سنة تمانية وخمسين تقلق مع منتخب الاهلي والزمالك امام توتن هام الانجليزي كل انت طبعا فاكرين المباراة وفاز بلقب احسن لاعب في موسم واحد وستين اتنين وستين ضفنا اتنشأ في اسرة اهلوية وكان اخوه الكبير هو اللي بيشجعه وهو اللي وده النادي الاهلي وحصل الوقت على باكريوس تربية ريضية سنة تلاتة وستين ثم الماجستير والدكتوراه في من كلية تربية ريضية ضفنا نفسه كان يطلع مهندس داخل كلية الهندسة وسبب كلية الهندسة وبعد كده اتنقل دخل كلية تربية رياضية او دخل كلية الحربية وبقى ظابط وطلع خلص بانه ملازم مشوار كثير جدا مع نجمينا النهاردة الدكتور كابتن مش عارف ان اقول له كابتن طاها ولا اقول له ايه بالضبط يعني فعشان كده النهاردة معنا نجمينا كابتن طاها اسماعيل نجم من نجوم سوبرستار اللي انت هتلتقوا بيهم هنا على الشاشة القناة الاهلي مع المجري هيقول حاجات اول مرة هتسمعوها هتسمعوا منه نوادر هتسمعوا منه اصحابه هم بيكلموه فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدم شيء يساعدكم في بداية برنامج المجري مع نجمينا الكابتن طاها اسماعيل او نقول له شيخ طاها او نقول له دكتور طاها تعالوا مع بعض الرحب بنجمينا كابتن طاها اسماعيل ترجمة نانسي قنقر